بسم الله الرحمن الرحيم تحقق مفهمك ثمانية تحقق مفهمك ثمانية نفس مثال ثمانية لكن الاختلاف بسيط فقط هنا هنا سبعة متر يعني بداية الخمسة هنا نضع سبعة متر لكل ثانية ونفس المثال ونفس السرعة ونفس الزاوية ونفس كل شيء طيب في البداية هنا زي ما قلنا هنا يقول إلى الأمام بسرعة سبعة متر بالثانية بما نقلل بالأمام إذن هذا محور إكس وهذا يعني نعتقد أنه محور واي يعني هذه قيمة إكس سبعة وقيمة الواي صفر إذن V1 يساوي سبعة صفر طيب الأولى جاهزة الثانية لابد يجاهد القانون لنطول 25 ما هو موضحين شيء إذن نوجد قانون متجه الثاني قانون متجه الثاني طول المتجه في في كوساين الزاوية وطول المتجه في في صاين الزاوية نبدأ بالتعويض الطول هنا طول المتجه في 25 25 كوساين الأربعين في 25 ساين الأربعين هذا يساوي 25 كوساين الأربعين قيمتها 0.77 في صاين في 25 صاين الأربعين قيمتها 0.64 طيب نضع القوس بالشكل هذا الآن نوجد نوجد القيمة 25 في صفر فاصل بسبعين 19 فاصلا 2 25 في صفر فاصل 64 16 فاصلا 1 هذا المتجه الثاني الآن نوجد المحصلة المحصلة هي جمع المتجه الأول بي المتجه الثاني الار يساوي V1 زايد V2 في واحد قيمتها 7.0 زايد V2 19 فاصلا 2 فاصلا 16 فاصلا 1 هذا يساوي 7 زايد 19 طبعا نجمع الأول مع الأول والثاني مع الثاني 7 زايد 19 فاصلا 2 ساوي 26 فاصلا 2 0 زايد 16 فاصلا 1 16 فاصلا 1 هذه المحصلة اللي هو هذا A والB طيب الآن نوجد طول المحصلة طول المحصلة هنا أوجد المحصلة معنات هي B الطول اللي هو V V R عفوا R واتجاه الحركة هي الزاوي طيب نوجد الطولة الآن R يساوي A A تربيع زايد B تربيع يساوي جذب طبعا A تربيع يعني 26 فاصلا 2 تربيع زايد 16 فاصلا 1 تربيع هذا يساوي إذا ربعناه وجمعناه يطلع تقريبا 945 فاصلا 7 الحاسبة طبعا جذر 9.7 يساوي 30 فاصلا 45 إذن أوجدنا المطلوب الأول اللي هو محصة السرعة هذه محصة السرعة بقي لنا الزاوية الزاوية طبعا القانون ثيتا يساوي معكو 6 B على B هنا 16.1 على 26.2 بالحاسبة راح يطلع معانا الناتج 31.6 إذن محصة السرعة هي 30.75 وانتج حركة الكرة 31.6 ترجمة نانسي قنقر